ايه عاوزاك تسمعيني كويس قوي يا سامي عشان الكلام اللي هقوله ومش هعيده تاني فيه در ايه انا بصراحة كده انت عارفة ان انا واضحة وصريحة واللي في قلبي على لساني محبش اللافه الدوران بصراحة يعني انا شايفة القعدة كده شكله يطول حبتين والله اعلم بها يطول لحد امتى وبأمانة يعني عايز اعرف ايه اللي لنا و ايه اللي علينا يعني عايز اعرف بقى كده من الاخر راسنا من رجلينا اه قاس ايه ورجلين ايه ما تخلي كلامك واضح على طول تكلمي المصاريف مصاريف الشقة اللي احنا عاديين فيها دي يعني بصراحة مصاريف الاكل والشرب وفنجان القهوة لكل خمس دقايق ده والمحروس الصغير اللي قاد جوه ده ايه الاخبار يعني يعني فيه مشاركة في البيت ولا بلا زال يومين اللي فاتوا خلصيني ايه لا 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 ايه الكلام اللي بتقولي ده يا ماما لا 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 ايه حد ذعلي منها يا عمتي دي تقصدش دي بتحبك اوي تامن اللقبة مش كدا ولا يهمك بس ما كانش اللي عشم ما كانش اللي عشم يا بنت أمي لا 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 حكاية بنت أمي واخوته الكلام الفارغ ده لا 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 بص أصلي فيه مثالين أنا بحبهم قوي مثال الأول بيقول إيه اللي يصعب عليه كيف قيرك ها؟ وإذا كنت أخوات تتحسبوا وإنت شايفت دوني يا أختي بقت غالية نار إزاي ها؟ مثالين إيه وبتاع إيه بس يا ماما ده إحنا نشيل عمتي على رأسنا شيل تسلمي يا سعاد بص يا سعاد الحقيقة أنا من الأول فكرت في الحكاية دي بس استعيبتها قلت أنا في بيت أختي يعني ما صحش بس أعلى ما رسلت الأمور للدرجات دي فأنا جاهز يا ستي ولا يا أمك أنا حساهم بنص مصروف البيت مرتبي ومن بكرة لو حبيتي ومن بكرة ليه؟ لا لا بصي من اللحظة دي ده إزاي رياحك أيوة أنا رياحني قوي من اللحظة دي بلاش موضوع بكرة ده عشان نمع المخد وإنا مستلعيح النهار ده أيوة بس يا عميتي النص ده كتير قوي عليكي يعني ما دينفعش تدفعي النص بالنص وإنت معاكي ولد صغير وإحنا اتنين كبار المفروض تدفعي الثلت وإحنا الدولتان إيش اللي دخلك في الكلام الكبار ها؟ إيه دخلي جنش؟ الله أنا بقولي الحق وبعدين عبدالسلام ده صغير يعني ما يتسواش بالكبيرة أبدا يا بيت ده أنا عاملة معهم أحسن واجب يا بيت وبعدين إنتي عارفة كويس حق الواد قد حق البت مرتين يعني المفروض هم يدفعوا بقى بحق ربّره التلت تربع وإحنا ندفع الباقي أه؟ اسمع يا ستي أنا هدفع النص بنص زي ما قلت لك ولو عايزاني أدفع لك الوقتي بأثر رجع من ساعة ما جيت برضو ومعنديش مانا ها؟ ارتحت يا ستي إنتي بتكلمي بجد يا سمية؟ يا دي فضايح يا ستي